أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يقول الأخ موسى عبد العزيز في سؤاله الثاني إن له عمّا ليست تربيته لأولاده تربية صالحة يقول عندما أنصحه ليصلح من تربيتهم ينهرني ويقول ليس هذا من شأنك وإن الله غفور رحيم ويقول أيضا إن نصيحتي له فتنة أرجو أن تفيدوني هل النصيحة له تكون فتنة كما أرجو نصح المسلمين عبر برنامجكم هذا بقبول النصيحة أحسن الله إليكم النصيحة واجبة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليا إمة المسلمين وعامته النصيحة واجبة لا سيما للقريب فإن من حق القريب على قريبه أن ينصحه إذا رآه على مخالفه قد قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين فالواجب عليك الاستمرار للنصيحة مع قريبك وإن قابلك بما ذكرت من الكلام القاسي فإنك تصبر على ذلك وتواصل النصيحة معه إبراء لذمتك ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويجب على المسلم أن يقبل النصيحة ولا يركب الهواء فإنه يجب على المسلم إذا بلغه شيء من أمر الله ورسوله أن يأخذ به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينة ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهو ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فلا يجوز للمسلم الذي يبلغه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالف ذلك ويبقى على هواه وعلى رغبته ويجدري الناصحين أذا ليس من صفات المسلمين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعه وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الثائزون نعم